اهلا بكم في قناة تعلم معينا واحنا هنعلمكم حاجة جديدة وهنق معينا هنعمل بورنيتا صغيرة زي كده ودي كلها من حاجات بسيطة معينا الورق بتاعنا او الكارتون ومعينا المقص واي قطعة قماش عندك والخيط والابرة اللي هنعتمد عليها ويغطى اي زجاجة عندنا وهنوريكم دلوقتي ازاي هنعمل البرنيتا اي غطى عندك متاعة الزجاجة جديدة متاعة البابس او اي حاجة دانية نقدر نعمل منها التواق الصغيرة دي ودي تقدر تعملي منها مادليات او تقدر تعملي منها للاطفال او تحطيها في اماكن عندك في البيت ودلوقتي بعد ما حضرنا الحاجة بتاعتنا ودي الابرة بتاعتنا اللي احنا حضرناها وكتعة القماش بتاعتنا احنا حضرنا كتعتين اه كتعة الاولى هتبع على قد الغطى وكتعة التانية هتبع على قد الدايرة اللي احنا هنعملها اه دلوقتي اذي كتعة الكارتون اللي احنا اللي هي معنا اللي احنا هنهضرها اي كارتون عندنا وهنبتدي اه باي حاجة نعمل الدايرة بتاعتنا نحطها عليها كده وهنبتدي ان احنا نقطعها دايرة تمام؟ بعد كده هنبتدي ان احنا نقيط الكتعة اللي عندنا الكتعتين اللي احنا اخترناهم وهتبقى بالطريقة دي هناخد ديت وهنبتدي اه نمشي بها مربع هنمشي بها المربع دوت بعد كده هنرجع لكم تاني وطبعا باحنا ما احنا قصينا الدايرة زي ما انتم شايفين كده هنبتدي دلوقتي اوليكم ان احنا اه خيطنا الجزء بتاعنا ده خيطنا الجزء ده كله اللي هي هتبقى على قد الورقة الاولى اللي هي قصي الكارتون وهنبتدي ان احنا نشد طبعا احنا خيطنا جزء ده عادي جدا آآ هنبتدي نشد معنا نشد كمان الخيط كمان وغيت لما بقى عندنا بالشكل ده تمام ادي ادي القطع بتاعتنا وادي الشكل ده احنا هنشتغل من فوق على الشكل ده طبعا بعد ما هسوا هي اه ه يعني هزور فيها قعيس وهبتدي ان انا اه اشيل الزيادات وهنبتدي نعمل نفس القطع دي نفس القماشة على آآ على الغطى بتاعنا ده هيبقى كده وهنبتدي برضو نفس الحكاية ان احنا آآ نبتدي نعمل بالابرة نفس الحكاية هنا بس الاول ان احنا آآ خطوة خطوة اواريكم الاول خطوة الاولى دي وارجعنا لكم تاني حبيبي وبعد ما احنا اعملنا الزيادات بتاعتنا خلصناها وهنبتدي نعمل معنا القماشة التانية ديت وقادي الابرة وهنبتدي قدنكم نعمل الجزء بتاعنا بتاع الغطر اللي هنحطها للغطر اللي هيبقى من فوق بتاع الطاقية زي ما احنا شايفين كده نخلص المربع كله وهيبقى قدامكم بالشكل ده عشان خاطر اللي مش عارف يعملها هيبقى سهلة بالنسباله وتبقى الخطوات واضحة قدامه كلها حاجات بسيطة من القماش المتبكة عندنا في البيت نقدر نعيد استخدام الحاجة تاني نقدر نستفيد منها ونعمل مشاريع بسيطة واثغيرة منها هوريكم افكار كتيرة حلوة جدا سواء من قماش الجوخ او من القماش اللي عندك في البيت او الاسائيس اسائيس هنعمل منها حاجة كتيرة جدا مفيدة كده احنا وصلنا لاخر المربع بتاعنا بعدما احنا خلصنا ادي شكل الكتعة برضو عشان خاطرنا بقى شايفينها كويس ادي الكتعة بتاعتنا احنا اخترناها ودي على قد مقاس الغطة اا اللي هو بتاع الزجاج هنبتدي الغطة كده معينا في النص وهنبتدي نمسك الفتلة وهنشد معينا زي ما احنا شايفين كده وبعد كده بعد ما هسويها برضو وهشيل الزيادات هنبتدي ان احنا نحطها على قطعة التانية بتاعتنا بالشكل ده هتبقى كده طبعا خلص واسويها وارجع لكم داني وطبعا زي ما احنا شايفين بعد ما خلصنها بعد ما خلصنا معينا الكتعتين بتاعنا وعملناهم بالابرة ويعرفنوا خياتهم كويس بالشكل دوت هنبتدي اي حاجة اي زينة عندك او لو عندك اا خرز او عندك اا الاسترس او اي حاجة عندك تقدر تزين بيها الطاقية اا او البرنيتة بتاعتنا في عندنا اي شريطة بتاعتها احنا ممكن نبتدي نعملها كده وممكن نربطها هتبقى بالشكل ده هتبقى الطاقية بتاعتنا كده يا اما هنربطها يا اما هنسيبها يا اما نبقى نخيطها هتبقى براحتنا تبقى بالشكل ده هادي الطاقية بتاعتنا او البرنيتة بتاعتنا اللي هنقدر نعملها وتقدر تعملي مشاريع كتير قوي منها هنا هتقدر تحطي المدالية بتاعتك اللي انت هتشتريها وتحطيها تعلقيها فيها هدي الطريقة بتاعتنا اللي احنا عملناهم ديات الاولى دي التاني اي بواقي قماش عندك هتقدر تعملي اللي انت عايزة اي بواقي قماش والحاجات بتاعتنا بسيطة جدا كلها من القماش او الاسائيس القديمة ويحتك كارتون اي كارتون عندك وهتعملي زي ما انا قلتلك في الخطوات والابرة والخيط هي الاساس بتاعنا النهاردة وهعملكم في فيديوهات تانية طوائل زي كده وما دلجات كتيرة وهتستفيدوا كتير قوي من القماش والبواي القماش اللي عندنا والاسائيس تابعونا دايما في قناة تعلم معينا هتلاقوا مزيد من الفيديوهات شكرا لكم